مرحبا أعزائي المشاهدين من المحيط إلى الخليج في برنامجكم عرب شو هذه الحلقة سوف نخصصها لووليس كار وهي أول سيارة تونسية الصنع وأول موديل صنع من هذه السيارة كان تحت اسم إيزيس في سنة 2006 الأخوان عمر جيجا وزياد جيجا هما من أسساء هذه الشركة وتأتي التسمية نسبة إلى جزيرة وولس الكاريبية حيث التقي الأخوان بمستثمر فرنسي دعم فكرتهما ويمكن أن نعتبر هذا كنوع من رد الجميل لهذا المكان الذي تحول حلمهم فيه إلى واقع ملموس ويكون مثل سكسستوري التي نعرفها في أغلب العالم تأتي هذه السيارة كأول سيارة متحصلة على شهادة لفامي وأول سيارة عربية وأفريقية عضو في منظمة ساي انترناشونال الهيكل الدولي لتسجيل مصنعي السيارات وكذلك وولس كار هي الشركة الأفريقية الوحيدة الممثلة في معرض باريس للسيارات وتجاوزت هذه الشركة العديد من الصعوبات المتعلقة بتصميم السيارات وتحديات كسب ثقة المستهلك والتغلب على البيروقراطية الإدارية مع تقديم سيارة بسعر مقبول كان له أثر في استمرارية هذه الشركة إلى الآن خصوصا وأن قاطرة التطور امتدت على 16 سنة حيث كانت هذه الشركة تستهدف فئة السيارات السياحية التي تستعمل في الصحاري في الشواطئ يعني في التجول وما إلى ذلك يعني سيارة لأثر فيه وكانت تباع في فرنسا في سويسرا وخاصة في بلشيكا وفي سنة 2012 تم الدخول في مرحلة جديدة لتصنيع السيارات الشعبية وفق البنية التحتية للدولة التونسية والمغاربية عمومة والآن بفضل الله تمكنت هذه الشركة من أن تصنع خمسة أنواع مختلفة من السيارات وهي موجودة الآن في السوق فما هي خصائص هذه السيارات التي تنتجها شركة وولسكار وكيف تعاملت هذه الشركة مع التحديات العالمية والمنافسة الشرسة وما هي الخطوات لو تنجح الشركة في تخطيها سوف نجدها في كل الشوارع العربي كل هذا وأكثر سوف أشرحه لكم بعد هذا الإنترو ولكن قبله أود أن أتوجه لفئة معينة من مشاهدي قناة عرب شو والتي لحظت أن 87% أو أكثر من المشاهدين لقناة عرب شو هم مشاهدين أو فيياء يتابعون أغلب الحلقات ولكن دائما ينسون الاشتراك في القناة وأنا أكررها الاشتراك دائما يدعمنا لتقديم محتوى أفضل في هذه القناة ويضمن استمرارياتنا لذلك لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتفجير زر الإعجاب وأراكم بعد هذا الإنترو منافسة عالمية وتحديات بالجملة بدأت شركة وليس في تجاوزها حيث يشهد العالم الآن منافسة محتدمة في هذا المجال وبروز سيارات كهربائية أو حتى التي تعمل بالهيدروجين الأخضر حتى السيارات نفسها تم إدخال عديد المميزات التكنولوجية فيها على سبيل الذكر وليس الحصر السيارات ذاتية القيادة والتي أصبحت واقعا ملموس في بعض الدول ولكن البنية التحتية في تونس والدول المحيطة لا تدعم هذا التحول في الوقت الحالي فمثلا السيارات ذاتية القيادة تحتاج إلى شبكات من الجيل الخامس من الانترنت لتسير السيارة فيها بشكل آمن وحتى مسألة السيارات الكهربائية أو التي تعمل بالهيدروجين الأخضر لا تتوفر لدينا الآن محطات لشحن هذه السيارات وحتى إن وجدناها فإن عددها محدود للغاية لذلك عمل فريق وليس كار على سيارة تتلائم مع البنية التحتية المتوفرة لذلك صممت سيارة يمكنها قطع مسافة أربعمائة كيلوماتر بقيمة أربعة دولارات من غاز البترول المسال المعروف بالجي بي آل وبالتالي ستكون سيارة قليلة التلوث وإيكولوجية إلى حد ما وبناء على ما سبق ذكره يمكن الآن أن نمر إلى تساؤل آخر في هذه الحلقة فنقول ما هي الموديلات التي تصنعها شركة وليس كار نجد في المرتبة الأولى وليس إزيس أول موديل بيعة لأكثر من 15 دولة وهي سيارة شاطئية بامتياز كانت موجهة لتصدير للسوق الفرنسي على وجه الخصوص تم تصنيع مئات السيارات منها وكانت تصنع في معامل بيئة المنطقة الصناعية بي سيدي داود بالعاصمة التونسية ووليس إيريس هي سيارة ثانية وهي أكثر موديل شهرة موجود في الطرقات التونسية منذ سنة 2016 وتم تصنيعها في المعمل الجديد للشركة بمنطقة الكبارية بالعاصمة وهي السيارة الوحيدة التي أخذت شهادة الابتكار من صندوق النقد الدولي كذلك هذه السيارة غير قابلة للصداء لأنها استفادت من الخبرات التونسية لصناعة السفن والتي تعتمد على هيكل يتحمل ملوحة مياه البحر وغير قابل للصداء وهيكلها غير قابل للخدش كذلك وتستخدم هذه السيارة محركة فرنسية الصناع لشركة بيجو الفرنسية لعدم قدرتها على فتح نقاط بيع لقطاع الغيار حول العالم ونمر الآن إلى الموديل الثالث وهو وليس 216 بيكاب وهي سيارة تجارية أو يمكن أن نطلق عنها اسم شاحنة صغيرة ومهمتها بالأساس نقل البضاء يمكنها أن تحمل 700 كيلو جرام وهي مزودة بمحرك من صنع الشركة الكورية كيا يبلغ ثمنها 29900 دينار تونسي يعني أقل بقليل من 10 ألاف دولار فقط لهذه السيارة بطبيعة الحال هذا مع احتساب الأداءات المفروضة من الدولة التونسية ونمر الآن إلى الموديل الرابع لشركة وولسكار وهو وليس 619 وهي سيارة شبابية لمحدود الدخل مثل الطلبة وتتوائم مع البنية التحتية التونسية تم إنتاج هذه السيارة في سنة 2020 ونسبة التصنيع للمكونات محليا تتجاوز 55% خاصة كابل صدمات مصنوع في المصانع التونسية وفق معايير عالمية بالإضافة لتلاع السيارة الخاص غير قابل للخدش وهو ما لاحظنا أن هذه الشركة دائما تستخدمه في سيارات ومحرك السيارة هو تقريبا القطع الوحيدة التي تم استرادها من الخارج نظرا للصعوبات التقنية لصناعة هذا النوع من المحركات سعرها حوالي 31500 ألف دينار تونسية يعني تقريبا 10500 دولار أمريكي ونمر الآن إلى السيارة الخامسة وأحدث مودال وهو 619 بلوس وهو أحدث سيارة من إنتاج شركة حاليا ذات تصميم أكثر جاذبية وحداثة وهذه السيارة التي تراهن عليها الشركة لدخول الأسواق الأفريقية والعربية من أوسع أبوابها سيارة عائلية بامتياز ومثلها مثل باقي السيارات نسبة التصنيع للمكونات محليا أكثر من نصف مكونات السيارة سعرها حوالي 36800 دينار تونسيا يعني تقريبا 12500 دولار أمريكي وبناء عليه يمكن الآن أن نمر إلى أهم سؤال في هذه الحلقة وهو ماذا يجب لتطوير شركة وولسكار كنت أتمنى لو تم دمج الشركات الناشئة والصاعدة في عالمنا العربي وإعطائهم الأولوية في البيع في الأسواق العربية التي تمثل 500 مليون شخص هذا سيمثل دفعة مهمة لهذا القطاع الحيوي بالإضافة إلى الدعم الحكومي عبر التسهيلات الإدارية والقضاء على البيروقراتية المقيتة ولنا نموذج مشجع في مصر والمغرب يجب أن نستفيد منه نحن في الدولة التونسية بالاعتماد على التجارب المقارنة الأخرى ولا ننسى كذلك الدعم غير المباشر للتنمية في هذا القطاع فمثلا لو تقتني دولة الجزائر سياراتها الإدارية من شركة وولسكار التونسية فهذا سيحفز الشركة ويرفع إراداتها مما سيمكنها من تطوير نفسها وتقديم منتج أكثر تنافسية في المستقبل خاصة وأن هذا سيمكنها من فتح نقاط بيع للغيار حول العالم ويجعلها تستغني روايدا روايدا عن المحركات الأجنبي بالإضافة إلى تطويرها محركها الخاص بالعائدات التي ستأتيها من هذه الخطوة ومن الأمور التي يجب الحديث فيها هي قيمة الأداءات التي تتحملها هذه الشركة والمقدرة بـ 19% من سعر السيارة تدفع إلى الدولة التونسية حينما يتم شراء هذه السيارة والتي يجب أن تخفض أو يجب أن تعدل على أقل تقدير حيث تطالب هذه الشركة باعتماد 7% من قيمة السيارة مثلها مثل أي سيارة شعبية تدخل إلى الدولة التونسية خصوصا وأن هذه الشركة تشغل كوادر تونسية بالعشرات وفي حال التخفيض في هذه الأداءات سوف تكون هذه السيارة سيارة محبذة للشعب التونسي نظرا لمواصفاتها المحترمة مع سعر أقل من السيارات الأجنبية الأخرى وهذا سوف يساهم في تكبير وفي توسعة نشاط هذه الشركة وفي تشغيل مواطنين تونسيين آخرين ولما لا نشهد في السنوات القليلة القادمة فتح فروعا لها في الجزائر في المغرب في مصر في السعودية وغيرها من الدول الأخرى كل هذه النقاط التي ذكرتها تحتاج إلى إرادة سياسية ومن أعلى هرم في السلطة في الدول السالف ذكرها لتطوير هذه الشركة وهذا ليس بالأمر المستحيل وفي النهاية أرجو أن أكون قد وثقت في نقل المعلومة لا تنسوا أعزائي المشاهدين الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يأتيكم كل ما هو جديد والضغط على زر الإعجاب حتى تأتيكم حلقاتنا بصفة دورية وأراكم في الحلقة القادمة يوم الخميس على الساعة الخامسة بعد الزوال بتوقيت الدولة التونسية تحية تونس تحية الشركات التونسية الوطنية تحية الأمة العربية وأراكم في حلقة قادمة تحية الأمة العربية